عرف عن حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام أنه أحب اللغة العربية حباً جمّا فما السبب وراء ذلك أستاذ فتحي؟ أنه كان يرى فيها كنز الكنوز وكان يرى فيها كنز السعادة ويرى أن البشرية لو اهتمت بالعربية يعني لمحمد العربي عليه السلام بالقرآن العربي فالبشرية سوف تعيش في السماوات وسوف تبني مدنا في السماوات وسوف تعيش في جنة قبل الجنة لأنه رأى أن الجنة مرتبطة بكل شيء هو تبع العربي الرسول العربي والقرآن العربي واللسان العربي فيقول عن اللغة العربية إنها معيار لحب الرسول والفرقان فإن الذي أحب العربية فبحب الرسول والفرقان أحبها أحب العربية لأنه بيحب الرسول اللي هو أفضل شيء أفضل أحسن بضاعة في الدكان عند ربنا من لو لاه ما خلق الأفلاق أفخم شيء للبشرية هو محمد عليه السلام فأنفقه الله على البشرية مجانا فإنها فإن الذي أحب العربية فبحب الرسول والفرقان أحبها ومن أبغضها فببغض الرسول والفرقان أبغضها فإن المحبين يعرفون بالعلامات وأدنى درجة الحب أن تحثك للمضاهات أقل درجة الحب إنك تدفعك إلى أن تكون مرآة وتقلد حبيبك تماما في كل حركة وسكنة وأدنى درجة الحب أن تحثك للمضاهات حتى تؤثر طرق المحبوب وتجعلها من المحبوبات ومن لم يعرف هذا الذوق فإنه من الكافرين في مشرب العاشقين ومن أحب الفرقان وسيدنا خاتم الأنبياء كما هو شرط المحبة والوفاء فما أظن أن يبقى في العربية كالجهلاء بل يقوده حبه إلى أعلى مراتب الكمال ويسبق كل سابق في هذا المقال ويصير نطقه كالدرة البيضاء ويضمخ كلامه بطيب عجيب ويودع أنواع الصفاء ففكر كالمحبين ولولا الحب لما أعطيتها فمن الحب لقيتها فهذه آية حبي من أرحم الراحمين والحمد لله على ما أعطى وهو خير المنعمين نعمة نعمة ينظر إلى اللغة العربية كأنها نعمة كأنه عايش في قصر وجنة وأنهار وحياة باللغة العربية يقول عن يحمد ربنا على هذه النعمة نعمة العربية فبيقول الحمد لله الرب الرحمن ذي المجد والفضل والإحسان عمل إيه ربنا شوف انظروا ما الذي يقول خلق الإنسان علمه البيان ثم جعل من لسان واحدة ألسنة في البلدان يعني إن كان فيه خير في أي لغة فهي طلع من الخير ده خير العربية وجعل العربية ثم جعل من لسان واحدة ألسنة في البلدان كما جعل من لون واحد أنواع الألوان وجعل العربية أما لكل لسان وجعلها كالشمس بالضوء واللمعان هو الذي نطق بحمده الثقلان وأقر بربوبيته الإنس والجان تسجد له الأرواح والأبدان والقلب واللسان يحمدان سبحان ربنا رب ما يوجد وما يكون وكان يفعل ما يشاء وكل يوم هو في شان وانظروا إلى الجملة القادمة التي لم يوجد في آسيا بأكملها من يستطيع أن يقولها في القرون التي كان فيها هذا المسيح نوعو انظروا ماذا يقول يفعل ما يشاء وكل يوم هو في شان يسبح له كل ناطق وصامت ويبغي رحمه كل زائغ وسامت ويبغي رحمه كل زائغ وسامت ما هو السامت السامت افتح لسان العرب السامت حسن حسن النحو في أمور الدين افضل السلوك في أمور الدين ان يكون الشخص صادقا مع ربيك انه ولي وان يكون وليا لله يبقى سامت يبغي رحمه كل زائغ وسامت وسامت والله والله ان الهند بأكملها في تاريخها ومنذ خلقها الله وإلى ان تقوم الساعة لم تلد رجلا يقول هذه الجملة ويبغي رحمه كل زائغ وسامت هو هنا المسيح الموعود يعني هو انت تقرأ هذا الكلام لو انك لا تعرف القصة كلها وانت انسان عاقل وعالم في اللغة فتقول من هذا الانسان ربما يكون المسيح الموعود من هذه الجملة دليل على انه المسيح الموعود آية من آياته وكل جملة مثيلة فهي آية من آياته انه مسيح الله الموعود لان معركة بذر الوحده آية والخندق الوحده آية وفتح مكة الوحده آية مش لا تكون الآيات الا مجتمعه اجتماع الآيات ده آية ايضا ولكن كل آية آية منفصلة ويبغي رحمه كل زائغ وسامت وهو رب العالمين له الحمد والمجد وهو مولى النعم في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على رسوله سيد الرسل ونور الأمم وخير البرية وأصحابه الهادين المهتدين وآله الطيبين المطهرين وجميع عباد الله الصالحين هذا هو حب نعمة الله العظمى يراها الجمال الحياة وسعادة الوجود ولذة العقل والروح يراها في العربية